وفي البرنامج الخاص أيضا وصف عضو الحزب الجمهوري الأمريكي بشار جرار النظام القطري بالمنافق مؤكدا أن النظام في قطر يترصد لكل ما يخص حقوق الإنسان في الدول الأخرى بينما يقوم بعكس الممارسات في بلاده التقرير الذي صدر عن حال حقوق الإنسان في العالم ببان إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس السابق انتقد بشكل واضح سجل حقوق الإنسان في قطر ووصف بتسميات ومفردات دقيقة أن ما تقوم به عمليات تجميلية لمحاولة خداع الرأي العام العالمي وخاصة الأمريكي ومنظمات كأمنيستي بأنها تعمل على تحسين صورتها أو حقوق الإنسان وخاصة حقوق العمال في قطر الأدلة على الأرض تشير بشكل صارخ إلى أن الصورة مختلفة تماما وفي الوقت التي تنبري فيه من خلال أدواتها الإعلامية للأسف تتحدث وتتباكى عن حقوق الإنسان في عديد من الدول العربية وغير العربية إلا المسألة عندما تتعلق في الداخل القطري وهذا شيء مؤلم غير مرغوف فيه أبداً يتدخل بشؤون الآخرين ولكن عندما يكون هذا الآخر يترصد كل شاردة وواردة حول ملف حقوق الإنسان وهو في الوقت نفسه يقوم عكس هذه المبارسات في بلاده فتلك مسألة لا تم وصفها إلا بالنفاق